اشتركوا في القناة وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد في رحاب ما نأخذ من أمير المؤمنين سلام الله عليه في رحاب سيرته وما نستطيع أن نشير إليه ولو على نحو الإشارة اليسيرة من سيرة أمير المؤمنين نتعلم ومن سيرته نأخذ ومن سيرته نتعلم ماذا نفعل لأنه الله عز وجل جعل هؤلاء قدوة جعلهم من من نقتدي به بل من أعلى من نقتدي به لأنه القدوة إذا لم يكن معصوم نحتمل فيه الخطأ وين قل هذا الاحتمال إلا أنه يبقى وإن كان قليل بحسب نضج القدوة ومعرفة القدوة لكن المحصوم شيء آخر لا يقاس به أحد من الأشياء التي نجدها في سيرة أمير المؤمنين سلام الله عليه هو محاربة المادح لمن لا يستحق هذه من جهة ومن جهة أخرى نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليهما السلام نجد أنهم أبعدوا من يمدح ونجد شيء آخر أنهم لا يريدون من يمدح على أساس أن ينمق الأشياء ويبين الأشياء على غير حقيقتها إنما المؤمن الذي يطلب وجه الله عز وجل لا يقرب مادحا والمتصدي للأمور العامة ولو لبعضها لا يقرب مادحا ولا يحب أن يمدح إنما يرى هذه الأشياء من المسؤوليات التي يجب أن تقدم ويجب أن تأخذ ويجب أن تعطى يعني أخذ وعطى بلا مدح بلا حب مدح لأنه الذي يحب المدح يحب الجاه ومن أحب المدح وأحب الجاه وخاف الذنب هذا كأنه لا يعمل لوجه الله إنما عمله لرضى الناس وهذه قضية لا يمكن أن تضبط ومن طلب هذه القضية أتعب نفسه وجانب سيرة الأولياء إنما لا الإنسان يتفقه في أمره يعرف الأمر الذي هو عليه يعرف مسؤوليته يشخص مسؤوليته من خلال الرجوع إلى الخبراء والخبير المختص الماهر والخبير الحاذق يرجع إليه يشخص الأشياء إذا استعان به وشخص الأشياء وعرف أنها من مسؤوليته هذه بعد لا يبحث عن مدح ولا يخاف من ذنب إنما يعمل وفق ما يرضي الله سبحانه وتعالى وما يعتقد أنه يرضي الله بعد أن بذل الوسع في تشخيصه لأنه أحياناً من يتصدى للأمور العامة ولو لبعضها في مجال هو مختص في مجال آخر هو عام لا بد أن يرجع إلى خبير يستعين به يطلب منه النصيحة يشخص الأشياء بواسطته يعتمد عليه وهذا سيرة العقلاء على هذه وسيرة العقلاء منعقدة على هذه القضية العقلاء إذا كان لهم معرفة باختصاص أو هم من أهل الاختصاص في شيء من الشؤون الشؤون الأخرى الخارجة عن اختصاصهم لا بد أن يرجعوا بها إلى أهل الخبرة وأهل الاختصاص فيها قضية حب المادح وإحضار المادح على حساب الحقيقة هذا المادح يغير الحقائق يظهر أنه سار برعيته سار الحاكم برعيته على العدالة على الحاق على رضا الله عز وجل لأنه في زمن من الأزمناء الدعية مكانة عظيمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ثم أنه المادح ساهم بشكل كبير في التزييف الحقيقة وتضليل الناس من خلال إظهار الطغاة على أنهم من أهل العدل وأهل العدالة وإظهار القاتل مظهر البريء ومظهر المسالم وهذه من القضايا الخطرة جدا أن المادح إذا بدأ بغير حق يمدح بغير حق بالشكل المذموم هذا يحول القاتل إلى بريء والمتهم والمدان إلى بريء والحاكم الظالم إلى حاكم عادل وشواهد ذلك في التاريخ كثيرة لا يمكن أن تحصى بعدد من تصدى وهو ظالم نجد أن هناك حوادث في أيامه تنقل عنه في سيرته بسبب كبير من إظهار صورة الطغاة بصورة أخرى هو المادح يغير الحقيقة يبعد الناس عن الواقع هذا الإنسان تعال معي مثلا إلى قضية الروايات كيف تنقل أن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إنما هلك الناس باتباع الهوى وحب الثناء يبين النبي صلى الله عليه وآله أنه منشأ من مناشئ هلاك الناس هو أنه يحب المدح ويتبع الهوى اتباع الهوى ربما يحققه بل يحققه الرجوع إلى عدم الرجوع إلى المختص والرجوع إلى الذات وهو يقيم الحوادث والأمور ويصنع موازين غير حقيقية لأنه غير مختص أنت الآن مختص بشيء ما وماهر بفن ما بعلم ما لما تجد غير المختص يتخبط في هذا الاختصاص واقعا يثير الاشفاق من جهه ويثير الانزعاج من جهة أخرى ويثير القلق على الاختصاص من جهة أخرى وتجد أنه يفسد فساد لا يمكن أن يتسامح فيه لذلك العامل بغير علم ما يفسده أكثر مما يصلح لماذا؟ لأنه لا يعلم يتخبط تخبط من اتبع الهوى وهو هوى يتبع إذا اتبع الهوى أخذ الإنسان يميناً وشمالاً لم يتحقق له استقرار ولم ينضبط أو لا ينضبط بضابطة معينة أبداً انظر إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وعاله إنما هلك الناس بشيئين ما هما باتباع الهوى وحب الثناء يحب أن يثنى عليه وأن يمدح بأكثر مما يستحق هذا طاغي يأتي مادح يجعل منه رئيس المسالمين ناشر السلام وهكذا أو الرعية دخلها من الفقر ما دخلها ويظهرون أنه الناشر للغنى والكفاف والإعانة وأمثال ذلك إذن أخذنا إن شاء الله شيء من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسيرة أمير المؤمنين عليه السلام في قضية الابتعاد عن المداح وعدم طلب المداح والمادح والذي يثني على الإنسان بغير وجهي حق هذا ما أخذناه إن شاء الله تعالى من سيرة أمير المؤمنين ونأخذ هذا ونذهب لنطالع ونبحث بأنفسنا عن هذه القضايا لنتبصر فيها أكثر ولننجو بالاقتداء بهم سلام الله عليهم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة